وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الأولوية الآن لدعم قطع الزراعة والصناعة وأشار مدبولي إلى أنه تم اعتماد حزمة من التاسيرات لدعم القطعين وأنه تم تسليم 13 رخصة ذهبية للمستثمرين إحنا كحكومة كل أولوياتنا في هذه المرحلة لقطعين الإنتاجيين المهمين جداً قطع الزراعة وقطع الصناعة وبالتالي يمكن حضراتكم بتتبعوا إحنا بناخد إجراءات كثيرة جداً مع قطاع الصناعة علشان أن إحنا نشجع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي في خلال الفترة القادمة ويمكن عشان كده برضو إحنا النهاردة اعتمدنا في مجلس الوزراء الحزمة من التيسيرات اللي هي فكرة أن إحنا بندي مهلة لمدة ستة أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني بتاعها علشان أن إحنا يعني ندي لهم مدة زيادة علشان بناء على الفترة السابقة من المشاكل اللي كانت موجودة وحضراتكم طبعاً إحنا كنا إدينا قبل كده إعفاءات من الغرامات اللي كانت موجودة أيضاً وبتوصل لغاية 50% علشان نشجحهم فعلاً على فتح المشاريع وإصدار ترخيص التشغيل وكل الكلام ده بالإضافة إلى طبعاً حضراتكم تابعتوا بالفعل تم تسليم التلاتاشر رخصة زهبية اللي إحنا كنا إنهناهم بالكامل للمستثمرين اللي بينفزوا هذه المشروعات والموضوع حيتوالى إن شاء الله في خلال الفترة القادمة